اشتركوا في القناة من وقع ناكة نساقية الأساسية للنفرد على المتعاقب كون جزء ليس جزء عن ندارات الشعب المغربي اكيد كان من الواجب علينا المشاركة في هذه الخطوة لتعبيرنا على رفض من القاطع لهذا القانون الذي سود الحكومة المصادقة عليه في الأسابيع المقبرة حاليا من داخل نساقية الوطنية لمساعدين الفرد على المتعاقب نحن بصدد عقد مجلس وطني في هذه الأيام وانتظروا البيان الوطني في القديم من الأيام هي ندارية الجميع السادة المشاهدين أكيد هذه الوقفة ندعى لها المساقية الوطنية الجهة الثريبات والبيضاء بخصوص للمشاركة في الوقفة التي ندعى لها المساقية وخماسية وكذلك الاتلاف الوطنية الدفاع عن الدراسة العمومية لنقوله بصوت واحد كلنا فئات التي كانت تعمل تشغيل التعليمية أننا رافضين النظام القانون الأساسي الذي يتناقش الآن ويوم غد في قبة البرلمان وأكيد للأدخل يعني كافيسيقية وطنية الأساسي الذي نفرض عليه متعاقد يعني أن تشبتنا بمطالبنا العادية العادلة والمشروعة لإفقاط مخطة التعاقد يعني رفضنا لما يسمى بالتوضيف الجهوي العمومي بين ألف الأخوات كذلك تشبتنا بمطلبنا العادل العادل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أو يعني الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم لنكون أكثر تدقيقا يعني أكيد الخارجات الإعلامية وكل مغلطة لكثمرنا لوزارة والجهات المسؤولة بشكل عام أكيد لن تزيدنا إلا تشبتا يعني بمطلبنا يعني أشغال المجلس الوطني يعني رامزة لمستمر يعني انتظروا برنامج نضالي يعني وازين يعني الإجابة على مجموعة هذه الاتزازات يعني اللي كنعيشوها إخبار لحدود الساعة مجموعة من الأساسية مجموعة من المناضرين بقصص مازال مقصرف الأجور ديالهم ديال هذا الشهر كل الأساسية أخذو الأجور ديالهم ولكن تم استهداء مجموعة من الأساسية support of the government وأكيد هذا الشيء لن يزيدنا إلا سموداً وتشبتاً بمطالبنا وتحيى لكم نرضي العثماني حدوث Th爷et الذي نفرض عليهم تعاقب تأتي هذه الخطوة هذه هذه الخطوة النضالية المشاركة ما بينجميع الإطارات النقابية في البلاد إضافة لحضور الائتلاف فيه مجموعة من الإطارات النقابية والسياسية كتحضر التنسيقية الوطنية الأساتداء الذين فرد عليهم تعاقد من منطلاق الدفاع المدرسة العمومية والدفاع لمجانية التعليم جميع أبناء الشهد لذلك حضرنا في هذا الوقف لنقول للحكومة ولنقول للبرلمان نحن نرفض القانون الإطار وندعو إلى سحب القانون الإطار وندعوهم أيضا إلى طرح نقاش عمومي من أجل وضح هذا القانون الإطار في السكة الصحيحة ديالو وأيضا من أجل حدف النقاط التي كانت نقاط سوداء فالقانون الإطار ألا وهو النقاط التي كان مذكورة هي مشاركة الأسر المنصورة في الخلاص هي فرض الرسم ديال السجيل وفرض وفرض نخلاص عن التلاميذ إضافة نقطة أخرى هي إدماج أو تضمين نقطة ديال التعاقد أو ديال الفئات من داخل الجسم التعليمي وصلتنا بعض الأخبار بأنها تسحبت هذه النقطة ولكن نحن ندعوهم أنها تسحب بشكل رسمي وأنهم يعيدوا قانون الإطار المناقشة ومشاركة جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين وجميع الهيئة الدين المجتمع المدني فيه بش أنه يكون فعلا قانون إطار كيهم المغربة كاملين وكيتوفق لهم المغربة كاملين متحية لكم نحن نعمل اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية لمنظمها الاعتلاد المغربي للدفاع على المدرسة العلمية نحن وقفين أمام البرلمان لأنه داخل البرلمان كيتناقشوا هذا القانون 51-17 القانون الإطار للتعليم اللي بغي يحدده ما صار للقطاع للتعليم من هنا أو في الأفوق للأثم وثلاثين ونحن عارفين بأن هذا القانون الإطار هو قانون لتسليع لتسليع التعليم هو قانون من مزيد يعني للنبراليا في قطاع التعليم هو قانون لإجهاد القطاع العمومي في المجال للتعليم وبالتاني لإجهاد المستقبل لأبناء الشعب في المجال التعليم لأنها أبناء الشعب تقرأ في مدرسة العمومية ما تقرأ شيء في المداريس الخاصة اللي عندها واحد تعليم واحد الجودة معينة وبالتاني نحن هنا نحن هنا اليوم كقوة سياسية تقدمية نحن هنا اليوم كقوة نخبية بشكل موحد نحن هنا اليوم كقوة حقوقية من أجل باش ندفعه على المدرسة العمومية وبالتاني على حق لأبناء ديال الشعب في تعليم جيد وفي تعليم مجاني هذا هو السر ديال وجود ديالنا هاد المعركة رابدات هذي واحد المدار ومنطمناها واحد المسيرة منذ أسبوعين وحنا غد نستنظر في هاد المعركة لأن المصير ديال الشعب المغربي وديال أبلاء الشعب المغربي مرتبط بالنجاح ديالنا في هاد المعركة للدفاع على التعليم العمومي عبد الغني الكاتب العام نقب وطني التعليم منذ في تركوا فيها الدموقاتية شغلة سيدتي احنا اليوم إذن اليوم جوج أبريل ألفل وتسعتاش أمام البرلمان المغربي باش نعبره كنقبات خمسة كننسقوا في مبيننا ضمنهم نقب وطني التعليم كننسقوا إذن باش نعبره على الاحتجاج ديالنا ورفض ديالنا لما يسمى بقانون الإطار اللي هو معروض اليوم أمام برلمان كذلك موجود إلى جانبنا الائتلاف الوطني الوقفة الحاشدة اليوم جميع يعبر عن رفضه لهذا القانون الإطار لأنه هذا القانون هذا لأنه فيه واحد مجموعة المقتضيات خطيرة على المستقبل ديالتعليم ديالأبناء المغربة فيه أولا ضر ديال المجانية فيه فتح هذا القطع ومزيد من فتحه على القطع الخاص وعلى صحاب الشكير فيه كذلك مسألة أخرى هي شرعنة تقنين التشغيل بالعقدة على هذا الاعتبار الثلاثة الأساسية والإطار والتراجع عليه لأنه الشكل باش غادي كما قلنا بالصغة باش هو الآن غادي في المصطرة الشعية شكل خطير ولي كيهدد الاستقرار ديالبلدنا وكيهدد لمستقبل ديالأبناء المغربة في تعليم مجاني وعمومي للجميع تحية